الصورة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي دارت ضجة وتضامنه معها الكثير من الناس واللي هي صورة تلميذة رايان رايان يعني اللي بعد ما كان قرار تحويلها وإجبارها على تغيير المدرسة أي التانوية وين كان يعني صرا نقاش بينها وبين المراقبة التانوية وين تقرأ بسبب المأزار تحا يعني كان مفتوح هذا يعني النقاش كان نقوله العواقب بتاعه كانت مش مليحة وين جبرها المدير تانوية أنه تبدل المدرسة ويعني بصرها كامل من هذه المدرسة لنك الجديد في هذه القاضية أنه تم إنهاء مهام مدير تربية بولاية باتنا نحن نشوف بعض التعاليق الناس على هذه القاضية نشوف يعني التعاليق الأول اللي كان يجب مراعاة مشاعر التلاميذ عند القيام بالنصيحة النصيحة أمام الناس فضيحة التعاليق الثاني اللي كان والله عيب كان ممكن ملاحظة برك للتلميذة هذا مش سبب للفصل عيب على المراقبة وعلى الموديل الواحد خاص يكون متربي باش يربي دونك كانت قادرة يعني تحكمها بينها وبين روحها وتنصحها هي نصحتها قال لك بلي قدام كامل الناس ويعني كما نقوله حناية نصيحة في وسط الناس فضيحة سيساد هي لازم على الأقل ناخده بعين الاعتبار أنه هاد الطفلارة هي مراهقة وممكن خرجت نسات مغلقتش المئزار تاحها ممكن المئزار تاحها ممكن مفيش قفلة ممكن مهلا باليش المهم غلطت واسية جبدتها برك تهدر معها وتحوز تفهم مشكيه وتحكمها ليها مام العقوبة ما شيف فصلها على كانوا قادريني جوزوها مجلس تأديبي ولا هما يعني كانت حدا وتلحقشوا رغم ظروف يعني المادية تحمل والله يعني من غير هذه الأمور الصغار ما يمحوش أصلا حتى المجلس تأديبي لو كان هذه الطفلة ستدخل ممكن تجيب مكياج معها ممكن تقول لك المجلس تأديبي باش يعودوا يرجعوها للطريق بس احن نسات مئزار مفتوح هذا عادي ما الناس قاعد تنسا الناس قاعد تنسا واتخرج من الدار تنسا ساكك قاعد ساكدالك ما تنفدوش تحت تلحق ثلاثة نوبي لم تديش معك مفاتح